الانتقادات دي التفسيرها يا كابتن حمزة ما هنأوكي لك وضع؟ لا يعني أنا النهاردة مثلا في استوديوات تحليلية في انتقادات داخل نادي فرقة قدامي كانت قبل كده وصل بيها الحال ان هي بقت في المركز قبل الأخير أو بتصارع من أجل البقاء في التلاتة اللي هيهبطوا للقسم الثاني ثم جي حمزة جمال فحصل نتائج كويسة رغم كده كان بيبقى في انتقادات سواء في استوديوات تحليلية أو في غير استوديوات تحليلية بص دا اقولك النقد بالنسبالي أنا ما قدرش أغلق أفواه المحللين أو الجماعة ما قدرش أنا ما قدرش إنما أقدر أغلق وزناي أقدر أفرهم كويس جدا يعني دا ما كانش بيأثر عليك لا 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 ليهبقى النقد النقد اللي كان حمزة جمال ينتقد هو وجهازه وقود النقد إيه وقود يشعلني أكتر ولا يقود النقد وقود لي أنا وجهازي والناس شغالين ولا يقود ما يقودنيش أنا لأن أنا بعد تبر مثلا ما يبقى النقد من نجم لا لا ميش دعا بالنجم كبير لا لا بعجم حسني عبد ربه لا 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 دا الجماهير بتسمع لحسن عبد ربه تسمع ما فيش مشكلة دا ما ما يقصرش كان على اللعيبة ولا على الجهازي الفيني أنا عن نفسي أي أن كان النقد بص النقد دا بص النقد عمل زي البدلة دي لو البدلة دي هتزيني ويتخنيني شكل الكواس حلبسه لما مش هتخنيني الكواس حرميه مش معنى كده أنا أقبل النقد النقد إذا كان فائدة لين هاخده إذا كان وجهة نظرك ما تنفعش النقد لازم يكون لي أسس علمية إذا كان نقد انتقام أو نقد شخصي أو نقد تسويقي أو نقد أنا لك بالمرصاد لا أقبله أبدا هل نقد حسني عبد الربو تحديدا كان انتقام أم شخصي أم لمصلحة الفريق نا هو دا تسألوا السؤال دا هل كان عشان حسني عبد الربو موجود مع حمزة الجمل في الولاية الأولى فحصل خلاف فأصبح فيه مشكلة أنا شايف النقد بتاعه أنا ما شوفتهش أولا خالص ولا مرة ولا على اليوتيوب ولا بشوف الحاجات دي خالص بس أنا معايا الجهاز يقول لك كيف تنحصل كدا ينفع كده 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 أنا شايف النقد بتاعه أنا لك بالمرصاد بمعنى أنا لك بالمرصاد هتقولي مين حول الشمال هتقولي شمال حول يمين هتكسب هقول الأداء وحش هتخسر هقولك الأداء والأبدال النتيجة وحش ايه الهدف ايه أنا لك بالمرصاد معرش يا معرش إنما على طول وانا بكسب وانا بخسر وانا بتعدل وبعدين تعال بقى أنا انا اقول لك في وجهة نظر. انت دخلتني بس في امور فنية. معليش بس يعني. بس انا عايز ارجع الى النقطة التانية. ما هرجع طبعا. بس انا ما اقدرش هتجاهل يعني. كان كلام بحجم نجم. ماشي ما هو نجم. زي حسن عبدالربي. لا. بص انا اقول لك. محمد صلاح ابو جريش. نجم كبير طبعا. لا ده ده نجم. ورمز يعني. هدف التاريخي. اه طبعا. رمز. اكبت ان صلاح ابو جريش اه رمزي. اه اكبت ان صلاح ابو جريش اه ر كابتن اه محمد صلاح ابو جريش اه. كان مجد. انا انا مش مسك اه الفلكة الرابعة وخلتها التلتاشر. تشوف انا اقول لك الى حاجة. اللي حصل في النادي الاسماعيلي. دي كانت حرائق. حمزة الجمل واجهازه ليس له اي دخل فيها. ولا اللجنة. هم. هناك من اشعل الحرائق داخل النادي الاسماعيلي. وانا باعتبر نفسي. لحظة. انا باعتبر نفسي. ان انا مش مدير فني بس. انا جاي طبعا. اطف الحرائق. اللي هم عملوها. لحظة. فلما اجي اطف الحرائق. اللي جوا في النادي الاسماعيلي. واطف منها. سبعين. تمانين في المية. وماشي في الطريق. لا 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 بص. انت بتطف غلط. لا انت ما فوت. انت تساعدني. ساعدني ان انا اطف الحرائق. انت اللي عملت الحرائق. مش حمزة. انت اللي عملت الحريقة. انت اللي جيبته لعيب. انت اللي مش جيته لعيبة. جاء تقول لي تغييره ومتغيرهش لا ده قم بقى لا ده وقت ما كان حسن عبد الربو يعني مدير للفريق او مدير الكرة هو كان موجود مع الادارة هو كان موجود هو كان موجود انا بقولش اسماء بس انا انت جردني باسلوبك يا اسلام ان اقول اسماء لا والله خالص بس يعني هو حسن عبد الربو لا هو نجم لاعب كويس انا مقولش بص يا حبيب يعني قيمة في النهائي انما انما انا طب في الحرائق اللي انتوا عملتوها يعني فترة من الفترات هو كلاعب ضحى بفلوس كتير عشان لدي الاسماعيل دي حاجة خاصة بيه اسلام يعني فالجماهير شيلاله ده مفيش مشكلة والجماهير تشيله فوق الراس دي ما تزعنيش انا حمزة الجمل والجهاز جاء اطف الحرايق صح؟ طب وانا ما كانتش حرايق لا حرايق واخر الدوري وفيه اماكن عندنا مش موجودة وفيه لعبين كذا وكذا وعندنا مشاكل كبيرة فقانية صح؟ ومشاكل مادية وما فيش فلوس وما فيش مفيش مفيش جاي اطف الحرايق جاي تقول انت بتطفي غلط اما طف التمانين في المية ساعدني ان انا اطف الباقي الحرايق بتاعتك وبعد ما اطف الحرايق وخلصت ان الحرايق هديت الناس نسيت مين اللي عمل الحرايق ونسيوا رجال المطافي اللي هم اطف الحرايق ايه رايبه في الكلام ده؟ انت جاي تنتقد رجال المطافي؟ انت جيبه مية وترمي معي تساعدني ما محمد صلاح كان بيعمل كده محمد صلاح بقمريش اه طبعا محمد صلاح كان بيعمل كده كان بيساعد هو انا اللي عملت الحاجات دي انا اللي جبت اللي عادينا اه اللي هو انت عراق بتتكلم ان الاسماعيلي كله في محنة فمش محتاج غير المساندة في التوئيد ده يا سيد الفاضل المثالية